وللمزيد ينضم إلينا من أمام أحد المعديات بمعبر قسطل الحدودي مراسل التليفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية أرصد وأنقل لنا الوضع لديك الآن تحياتي لك ولكل متابعين من أمام مرسى معديات مدينة أبو سنبل على الضفة الأخرى من معبر قسطل البري وهذا المرسى الذي بصدد إضافة إليه العبارة النيرية الثانية التي تعمل وفقا لأسطول العبارات لنقل الحافلات من وإلى معبر قسطل البري هذه الحافلات التابعة لمدينة أبو سنبل ومحافظة أسوام أما عن المرسى الآخر مرسى حجر الشمس الآخر التابع بالعبارات التابعة للقوات المسلحة التي تعمل أيضا على نقل الحافلات ونقل الوافدين من وإلى معبر قسطل البري ومع دخول هذه العبارة إلى أسطول العبارات لتعمل ليلة نهار من المعروف أن المرسى هنا يعمل طوال النهار أو ساعات النهار فقط لكن مع دخول هذه العبارة ومع أيضا وجود المرسى الآخر تعمل ليلة نهار لنقل الحافلات التي تذهب إلى الضفة الأخرى ومن ثم نقل الوافدين إلى معبر قسطل البري مع استمرار عملية إجلاء المواطنين من المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى من معبري أرقين وقسطل البريين ولو تحدثنا عن هذه العبارة التي اتسع لخمسين طن وأيضا أكثر من مئة سيارة وأوتوبيس وحافلة تعمل على مدار ساعات اليوم لنقل الوافدين وأيضا مجهزة بكافة التجهيزات لمزيد من الجهود المصرية تعاونا مع نقل الوافدين من كافة المعابر هذه المعابر التي قامت وزارة الخارجية بتحديدها للنقل البري في هذا التوقيت من قبل من يريد القدوم إلى الحدود المصرية والانطلاق من الأراضي السودانية سواء من مدينة ودي حلفة أو الخرطوم إلى الأراضي المصرية عن طريق الإجلاء البري عبر معبري أرقين وقسطل أما إذا تحدثنا عن استمرار الاستعدادات وتجهيزات المصرية عبر المرسى سواء مرسى مدينة أبو سنبل أو أيضا مرسى حجر الشمس التابع للقوات المسلحة أيضا تقوم المحافظة هنا بالدفع بالعديد من أعمدة الإنارة على الضفة الأخرى فور وصول العبرات أو المعاديات إلى الجانب الآخر المؤدي من خلال الطرق إلى معبر قسطل البري بأكثر من 45 عمود إنارة تقوم مع هذه الأعمدة بإنارة الطرق المؤدية والقادمة أيضا من معبر قسطل حتى تعمل ليلة نهار في نقل الوافدين وأيضا نقل المواد الغذائية والمساعدات الطبية التي تحتاجها كافة المنظمات سواء المنظمات والمؤسسات المحلية المصرية أو المنظمات الدولية التي تعمل على نقل المساعدات عبر هذين المعبرين إلى الأراضي السودانية تحديدا المدن والمناطق الحدودية التي تحتاج بشكل كبير هذه المساعدات لو تحدثنا عن مدينة وادي حلفة التي تبعد ما لا يقل عن 60 كيلو متر من هذا الموقع وهي تمر بأجواء صعبة خاصة بالمساعدات الطبية والمواد الغذائية تعمل الكثير من المنظمات على نقل المواد الغذائية إليها أو من خلال أيضا الجهود المصرية والبعثات الدبلوماسية المصرية التي تأتي وتعبر معبر قسطل للعبور إلى الجهة الأخرى مدينة وادي حلفة أو إلى الخرطوم للتسهيل على القادمين العبور إلى أو المرور إلى المعبر المصرية هذه الجهود التي أدت إلى إشهادات وشهادات واسعة من منظمات دولية مختلفة كما تترقنا خلال الأيام السابقة بزيارات عديدة خاصة بمنظمة الهجرة لو تحدثنا عن منظمة اليونسيفة التي قامت بزيارة اليوم وفد منها اليوم كان بمعبر قسطل ومر إلى الحدود إلى الجهة الأخرى مدينة وادي حلفة لنقل الكثير من المساعدات ولو تحدثنا عن أيضا مفوضية سامية لشؤون اللاجئين التي بشكل مستمر تقوم بزيارات للإطمانان على الجهود المصرية وما يقدم للوافدين أيضا لو تحدثنا عن في هذين المعبرين قسطل وارقين تم الدفع بالعديد من أعربات الصرف الآل الإلكتروني التابعة للبنوك المصرية لتسهيل عملية الإجراءات والمعاملات المالية داخل المعابر لو تحدثنا أيضا عن إضافة بعدد كبير من الأطقم الإدارية لتسهيل عملية التوثيق أو راق التوثيق والتأشيرات أيضا المساعدات الطبية والإنسانية حاضرة بقوة عن طريق وزارة الصحة بدفع بالعديد من أعربات الإصافة نتحدث عن 25 سيارة صحافة يتم الدفع بها يوميا لو تحدثنا أيضا عن الهلال الأحمر المصري بالإعادات المتنقلة مراكز الإغاثة أيضا المستشفى الميداني العديد من التجهيزات والدور المجتمعي المصري حاضر بشكل كبير في هذا المشهد وهذه الزاوية المهمة من خلال المبادرات المجتمعية للعائلات والقبائل هنا بفتح المنازل أو بتوجيه المواد الغذائية والطبية للوافدين من إخوانهم سواء الأشقاء السودانيين أو مختلف الجنسيات الأخرى أشكرك رامي محمد مراسل التليفزيون المصري